ما هو التنمر بين الطلاب وأثره على المجتمع؟ التنمر هو سلوك عدواني متعمد يقوم به الطلاب ضد زملائهم، يظهر في الكلمات والأفعال. إن التنمر ينتج عن الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الطلاب، والتي تؤدي إلى تكوين شخصية عدوانية. يؤدي التنمر إلى تأثير سلبي على الفرد والمجتمع، حيث يعاني الضحية من القلق والخوف وقد يصل إلى الاكتئاب. إذا لم يتم التعامل مع التنمر، فسيؤدي إلى تدهر في الأداء الدراسي والسلوكي للطلاب، وربما إلى حد الانتحار. الحل يأتي من خلال التوعية والتثقيف حول أضرار التنمر وكيفية التعامل معه، فالتوعية هي الخطوة الأولى لحل المشكلة. فلنعمل جميعاً على تغيير هذا السلوك السلبي، ونحمي أطفالنا وطلابنا من التنمر، لنبني مجتمعاً أكثر صحة وأماناً.